أهلاً وسهلاً فيكم ووصلنا لفقرة أبو الحمايدي كورفان نورة أبو الحمايدي نوري فيك أبو المغرأة وقاية أكيد دائماً سيدي نبلش بأخبارنا؟ بدنا نبلش مفضل مشاهدينا مساء الخير وأهلاً وسهلاً فيكم في جولة جديدة من كورفان جولتنا اليوم سنلف فيها كالعادي على الدوريات الإيطالي والإنجليزي والأسباني وحنبدأ من الدوري الإيطالي اللي هو أخف دسامة منهم كلهم في الدوري الإيطالي يوفينتوس ما زال متصدر بفرق 6 نقاط عن نابولي والإنتر لكن الجميل بالنسبة لعشاق الدوري الإيطالي أنه صارنا نشوف يوفينتوس والإنتر والإيسي ميلاً بين الأربعة الأوائل يوفينتوس فاز على كالياري 3-1 في آخر مباراة وأحسن لعب في العالم خمس مرات ورونالدو ما سجل ولا جول مجمع مشكلة أما نابولي فاز على إمبولي 5-1 وإنتر فاز على جنوة 5-0 والإيسي فاز مبارح فوز صعب جداً بعد فوزه طبعاً نصر أسبوع فاز على أودونيز مبارح 1-0 ليلتحق بالمركز الرابع وصار الإيسي أخيراً في الأربع الكبار وهم بتأهلوها للشامبينز ليغ بالآخر الطبيعي يعني أنت ممكن الدوري الإيطالي مش من اهتماماتك أخوي أبو المغربي بس والله هذا الأسبوع حولت أحضر شوية وكان أكتر إشي عجبني بعض حضرت مباراة ساسولو شفت القول اللي إجاب مكان نفسي نعرضه وصعب حالياً عشان الحقوق البث فعلاً ساسولو لازم ينحضر مئة بالمئة فأي حدا بالبيت يعمل سرش على جول اللي صار مع ساسولو بدور الإيطالي خلال هذا الأسبوع بزرد أما في الدور الإنجليزي فمنشستر سيتي عفواً انفرض بالصدارة بعد فوزه العريض على ساوثامتون 6-1 وتعادل تشيلسي مع ليفربول تشيلسي تعادل ليفربول مع أرسنال 1-1 مباراة ليفربول وأرسنال 1-1 ففاتوا الكثير تكتيكياً وجمالياً مئة 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 كزيت كان لحاله قصة قصة كبيرة وأداء أرسنال كان لو انه بلش فيه من أول موسم هايك فكانوا سيكونوا وهم ما زالوا سمعوا سمعوا يا أخو موقف جيداً متأهلوا للشامبيونز ديج وإذا ضلهم عليه بهذا الأداء سيكون كثير الموضوع مهم للمنافس على اللقب لا تعرف لأن المباراة الكبار لا تستناهم فعلياً لا لعبهم مع السيتي لا يمكن أن يزلوهم لعبهم مع تشيلسي لعبهم مع ليفربول بل يونايتد بس إجمالاً أداء الأرسنال كثير قوي مع أمري احكيد حكينا هذا الموضوع قبل هيك وصلنا إلى أنه أحسن من فينجر ولكن الله يسطل من القادم يا رب يا رب إن شاء الله خير ويونايتد طبعاً فاز في آخر دقيقة على بورنموث 2-1 وهيك بكون الترتيب السيتي بالصدارة ب 29 نقطة بعدين ليفربول وتشيلسي ب 27 وتوتنهام ب 24 والأرسنال ب 23 نقطة والقادم أجمل إن شاء الله وملاحظة صغيرة لعزائنا مشرجعين اليونايتد إذا أنت شايف أنه مارسيال جاي بقوال أكتر من لك بحب أحكي لك أنه إيميل سميث رولو عبره 17 سنة جاي بقوال أكتر من سانشيز وكمعلومة إضافية أقويرو بهذا الأسبوع بهدفه في مرمى ساوثامتون صار ثالث لاعب بسجل 150 جول مع فريق واحد في الدور الإنجليزي بعد روني وهم ننتقل للدور الأسباني أخيراً أخيراً الريال بعد خمس مباريات جاب فيهم نقطة واحدة رجع وفاز بفوز صعب على بلد الوليد لكن بعد نكس زي نكسة الريال هو بحاجة إلى فوز بأي طريقة فازوا 2-0 بهدف مدافع بلد الوليد في مرمى وبهدف القائد سيرجيو راموس من ضربة جزع أما برشلونة ففاز فوز كبان صعب جداً بعد ما حول تأخره أمام ريوفاي كانوا بهدفين لهدف إلى فوز بثلاث أهداف لهدفين في آخر ثلاث دقائق دريم بلي جاب قول وسويلز جاب قول وبالأخير طبعاً المنافس المفروض يكون معاهم السنة اللي هو أثلاتيكو مدريد تعادل مع لجانيس واحد واحد في مباراة كانت جداً مملوا يعني لو ما تحضرها أصلاً وتلغيها من حياتك ما في أي مشكلة بالصدارة بنشوف برسلونة حالياً بأربعة وعشرين نقطة في المركز الثاني أثلاتيكو مدريد بعشرين نقطة وريال مدريد حالياً السادس بسبعة عشر نقطة لكن بعد اللي صار في الريال فوز واستعادة للأداء الجميل إلى حد ما هذا اللي بيطمح إليه النادي حالياً مع مدربه الحالي سانتياغو سولاري المدرب المؤقت مباراة سلتا فيغو شفت أنا بحضرتها كلها حضرت الهايلايتس بالضبط مباراة مجنونة لا لا صار فيها مش عقل أصلاً غريب جداً لا تكتيك ولا دفاع ولا هجيك بس يعني كانت مباراة بيكون المخرج عمله بعيد لك الفرصة تبعت سلتا فيغو أو أنت فجأة بروح بكتا الكاميرا بروح بدخل على الفريق التاري مباراة جداً جميلة والحلو أنه فيه مثلاً بالبستويات الدنيا من الدوريات الأوروبية عمالي نشوف مباريات زي هيك محمسة وحلوة يعني هذا هو سبقاً فيه أرسنان ليفربول كانت حلوة تكتيكياً ومتعة ومباراة سلتا فيغو كانت كثير حلوة حسن دا سألتك سؤال توني كروز نزل تويت بعد الجيم أنه نحن 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 صحيح هذا نفس النقطة أنا أتذكرها أنا أنت عرفت هذه المعلومة في حياتي لما خسروا اليونيتد من السيتي قبل كم سنة ستة واحد المباراة اللي بعدها لعبوا مع سوانزي سيتي وفازوا يا أتوق واحد صفر جابوا تشيشاريتو العلم عند الله القول كان كل النقاد بيحكوا أنه السير أليكسي فيرغيسون عمل معجز بأنه طلعهم من الستة واحد لجو أنهم يفوزوا وهذا اللي صار مع الريال ريال خمس مباراة جابوا فيها نقطة فكان هم بمروا بأزمة فعليا فعشان يستعدوا الثقة بدهم مباراة مباراة بلد الوليد لأنه تمام بلد الوليد ما فازوا فيها بسهولة ليس أنه لعبوا وجابوا 2 صفر القولين جابوا بآخر خمس دقائق جابوهم وأول قول كان أصلا بلد الوليد في حاله عرفت علي فهذا اللي برجع ثقة للعيبة فوزي هيك بعد أزمة هو اللي بخلي اللعبة بسهولة ثقة إنه إحنا لسه بنقدر أوكي برشلون أول بس إحنا سبع نقاط يعني ممكن تعثر لبرشلونة فوز من هنا فوز من هناك بتقلصوا إحنا لسه بتجول 11 من الدوري إحنا لسه ما نتصف الدوري فعليا ولا حتى يمكن الثلاث بالزبط طب بتحس إنه هيك عم بصير فيهم لأنه كريستيانو طلع؟ هسا هاي يعني معلوم الكثير لا سؤال قوي أنا أصلاح يعني اسمحيلي أبدأ إعجابي للسؤال السؤال كثير كبير هو جزء منه خروج كريستيانو لأنه كريستيانو كان نجم الفريق الأول فأنت لما يروح للنجم الأول غير يظلوا فيه خوف بين اللعبة طب مين بدوا يفوزنا بعد ما طلع السبب الثاني إنه الريال في آخر ثلاث سنية يعني في آخر ثلاث سنية في آخر خمسة سنين جاب أربعة شامبينز ديق أصعب بطولة للأنذية فأنت الفريق شبع طب مين بتحس إنه رح يأخذ مكان كريستيانو بريال مدريد؟ بالريال حاليا ما أنا متفاجئ أنا مصطوب أنا متفاجئ جدا أنا فراحة مصطوب جدا ما في حد يبين يعني هم من الريال كل يوم بيحكوا يوم بيجيبون نمار من سان جرمان يوم بيجيبون مبابي من سان جرمان لكن هو كلعب ما في غير نمار حاليا ومبابي اللي ممكن يعب وفراغ زيه لا تخيل بس الخيار المنطقة أكثر هو هزارد أنه ينتقل المدريد أنا عندي قاعدة اسمها قاعدة باتمان عند روبين هاي هاي القاعدة أنه كل فريق في باتمان وفي روبين هاي هاي رونالد و باتمان طبعا وين ما تحطه هزارد روبين هزارد بصنع لك كثير أشياء بين كثير أشياء بس هزارد ما بتحمله مباراة كبيرة إنه يحسمها لحاله فهذا الحلو في الموضوع بالفوتبل بشكل عام أنه تختلف فيها الأراء يعني عسب المثال من سنتين لما كنتي أخذ الدورة مع تشلسي بأول موسم إليه كان هزارد هو روبين و باتمان وباتمان بالزبط فهو هزارد يمكن من اللاعبين اللي بيعطيك موسم روبين موسم باتمان فيختلف الضوء ولكن هذا الموسم يعني هو حاليا بكل سهولة من نصنفره إنه من أحسن ثلاث لعبين في الدورة أنا ليش بيقولك أنه روبين مش باتمان لأنه المباراة الماضية يرجع من إصابة اللي قبلها ما لعب وفازه ثلاثة صفر مضبوط هون بيقولك أنه بيبين دور اللاعب هل هو باتمان أم روبين بس آه أوكي فهمت عليك بس مش إنه يعني ما قبل هيك بالموسم كان هو تقريباً شاير تشلسي وبالآخر ما تبين باتمانيتو لما يلعب مباراة كبيرة تشلسي ويكونوا مضغوطين أو خسرانين ويقلبها هون بيقولك والله الزلمة عشرة من عشرة أنا آسف آيس الله ساعدة تسأل يعني أنا اليوم متحمسة طيب إذا بدهم يجيبوا نمار قدير حكاً لفهم لا نمار أصلاً هو يعني نمار جابوسان جرماني بمئتين وعشرين مليون بس؟ وفسخ العقد تبعه مليار بس هم اللي ركنين عليه حالياً أنه نمار مش عجبته باريس فهون ممكن يسهو يتزانق بديش ألعب معاكم أنا تعبت أنا زي سيقات هالحكي أنت المفروض تسألين ليش مش عجبته باريس ليش طيب؟ رجعيني له على طول عشابه ضرائب أول إشي دوري ضعيف لواحد زي نمار دوري ضعيف جداً كان إشي هو طلع من برشلونة بده يشلف من ميسي كان ميسي هو اللي ما أخذ الأضواء كلها راح على سان جرمان جابوه لعب عمره 18 سنة غط عليه فصار نمار إنه بإشاء الله أخذوني على مكان مكان أبين أنا فيه فهو حالياً ريال مدريد بحاجة لواحد زي نمار ونمار بحاجة لفريق زي ريال مدريد حالياً وهو بفرنسا يمكن أصعب إشي للاعبين المحترفين موضوع الضرائب تقريباً تقريباً النسبة بيأخذوا 50% من من الراتب تبعوه للضرائب بس بيأخذوا بدالوا خدمات فببساطة الموضوع النسبة هاي كبيرة لللاعبين اللي بيكونوا يقبوا 30 مليون بالسنة ف15 مليون يتأخذوا منه مش مبلغ سهل عشان هيك في مرات بتلاقي حالات تهرب ضريبة مثلاً ده لعب لأنه مبالغ كبيرة رح تنطع ضريبة كريسيانو عليه تهرب ضريبة وما سيطلع عليه تهرب ضريبة بيحكوا في إبراهيموفيتش حكوا هو لما ننفت الموضوع الضريبة بدينا نزيل سلافة اليوم لأنه برضه هو موضوع تهرب اللاعبين مش تهرب مباشر هو اللاعب إله راتب من النادي وإله أشياء مدخيل أخرى النادي أغلب الأندي هي اللي بتدفع الضرائب عن اللاعبين النادي العقد بينه وبين اللاعب أنا بدفع لك مثلاً 30 مليون وعليك 15 مليون ضرائب أنا بدفعهم أما أنت تشتغلي مع شركات رائية من بره هاي الأشياء عليك فهم بيسجلوا شركات وهمية في بلدان غريبة وبتجيهم يعني الموضوع طويل مثل أنه فيه تهرب عند الكل دون ستناء يعني أبي يحاولي يلموه على الموضوع أبو الحمايدة شكراً جزيلاً سيدي يعني أغلبناك وشكراً على كل المعلومات اللي أبديتت زي ما نحكي كل أسوء بتغطينا خلاص الأسوء كمي وأنا من غيرك بتكملش الحلقة بقية طبعاً أكيد يعني اليوم غلبي حالي أنا مسألتك كل السماء اللي وجود بالفقرة إحنا اليوم مبسوطين أنك أنت دخلت معنا بالنقاش وفخورين بهذا الموضوع أبو الحمايدة شكراً جزيلاً لأبيبي شكراً لأي لك حمايدة بالعكس يوم التنين ما بيكمل بدونك وإن شاء الله نراك الاثنين المقبل بإذن الله قلب أبو الحمايدة موسيقى 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 موسيقى